اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا جهاز جديد ولا عملية تنزيل البرامج عليه وتهيئته واشياء زي هيك فعشان هيك بدكوا تعذروني الفترة هاي رح تغيب عنكو طبعا التوقعات الأسبوعية بتغني انك انت تسمعها وتعرف تحركات بالنسبة ليومين يومين يعني بعطيك تقريبا رؤوس أقلام وخصوصا عن حركة القمر وطبعا بالنسبة للحركة الفلكية للكواكب تقريبا ما في أي حركة رح تصير خلال هذا الأسبوع إلا نفس الحركة اللي برضو مذكورة في توقعات الأسبوع يعني نفس التأثيرات نفس الشي رح تكون موجودة فعشان هيك يعني اجت بوقت سبحان الله يعني على اساس انه برضو ما أقطعكو وركزت على التوقعات الأسبوعية أكثر على اساس انه أعطي فيها شروحات أكثر اللي تكون هي ملمة لتوقعات أسبوع وتغني عن يعني مش شيء ما رح تغني بالكامل ولكن بكون عندك انت معلومة عن الأسبوع كيف بدو يمشي معاك والأيام كيف بدو تمشي على حسب حركة القمر والكواكب على إيش فعشان هيك بدكوا تعذروني وسامحوني وادعولي بالسلامة في فترة الأسبوع هذا لأنه شوي الأمر رح يكون حساس شوي وإن شاء الله إنه بأي وقت بتجهز الأمور وتترتب ممكن ما نكمل الأسبوع يعني ممكن في بحر الأسبوع في نص الأسبوع إمتى ما جهزت الأمور وشفت حالي بقدر إني أنا أسجل إن شاء الله على طول الخط رح أنزل حلقة ورح نرجع من أول وجديد بدون أي تأخرات وبدون أي أعذر يعني مش عارف إيش بدي أحكي بس أنه أنا ما تعود أن أتغيب حتى في عز الظروف الصعبة ولكن هذا ظرف غصبت عني ما يعني أول إشي ما فيه جهاز أشتغل عليه واثنين وضع صحي فالمكان حتى اللي راح تواجد فيه ما راح يكون فيه مجال للمونتاج ولا للتصوير ولا أي شيء على أساس أني أنا أنزل ورح أكون بظرف شوي يعني بما عني فعشان هيك وكلت شخص على أساس أنه نشوف كيف نرتب الأمور للفترة القادمة وإن شاء الله أنه ربنا بيصر الأمور بأي طريقة كانت لكم كل الاحترام والتقدير وخلينا نروح على التوقعات طبعا التوقعات اليوم شاملة لأنه أنا بسجل على جهاز كمبيوتر لصديق إلي مش عندي فعشان هيك ما بدي أخذ وقت طويل نحاول نعطي إلمام كامل للتوقعات ومرضو تلميحات لأهم الأمور اللي ممكن خلال الأسبوع أنت برضو تنبهوا لها يعني بدأ حاول أني أنا أعطيك قدر الإمكان إشي يعني تستفيد منه خلال الفترة هاي والتنبهات اللي رح نبهك منها هي تنبهات برضو لأسبوع وإن شاء الله أنها تفي بالغرض كل الاحترام والتقدير لكم ولتشجيعكم ولأشخاص اللي عملوا التصويت أو حكوا الكلام اللي يعني شرح صدري صحيح خجل منكم وهي على حسب كلام الأغلبية هو الدعم مش إلي هو دعم للقناة واستمرارية القناة لكن الكل يعني ما شجع على موضوع البيبال لأنه في مشاكل في البيبال اللي عنا في الأردن وتعطيله وممكن سهل جدا أنه يغلقوا الحساب ويأخذوا وتروح الفلوس أو شغلات فهيكي يعني أصبح الموضوع في مخسر أو احتمالية مخسر عالية فمش عارف إيش الطريقة وإني أنا أحط بنك تو بنك يعني أنه تحويل على حساب بنكي مش الكل رح يكون عنده قدرة أنه يحول مبلغ للحساب البنكي لأنه أقل ما فيها في رسوم على التحويل فاللي مثلا كان بده يتبرع له بخمس دولار بعشرة دولار شغلات زي هيكي هسا هيكي الوضع اختلف تماما ورح يصير مرحق وأنا هذا موضوع برضو برفضه لأنه الإرهاق الزيادة برضو على المتابعين أنا ما برضاه يعني وإننا إحنا لو شغلات بسيطة وهيكي الكثرة ممكن أنها تجمع مبلغ نجيب جهاز كمبيوتر أو مايك أو جهاز ميكسر حتى لو زاد المبلغ ممكن نجيب كاميرا عساس نصير نطلع لايف ولكن الأمور الآن اختلفت تماما فهذا الموضوع هيكي بده ينحط قيد دراسة ثانية نشوف كيف الوضع بصير وإن شاء الله ربنا بفرجها علينا وعليكم وبرضو إن شاء الله أنها تمضي الفترة هاي على خير عشان ما أطول عليكم طبعا للي حابب أنه يتواصل معي على أساس أنه إذا حابب يقدم دعم مادي وبده رقم حساب البنك أو بده الاسم على أساس يحول وستر نيونون أو ماني جرام أو أي شيء أنا رح أحط رقم الشخصي للواتساب على أساس أنه اللي حابب يتواصل معي بقدر يبعت لي وبتواصل أنا وياه بس إذا تأخرت في الجواب طبعا لأني أنا رح أكون متواجد في المستشفى فممكن أنه أتأخر في الجواب عليه بتمنى أنك تعذروني وأنا حطيته بالوسط على أساس أنه الأشخاص اللي بعزوا علي أو اللي بتابعوا الحلقة الكامل هم اللي يطلعوا على الرقم هذا تلك كل الاحترام والتقدير خلينا نبدأ بتوقعاتنا اليوم توقعاتنا اليوم السبت 13 القمر ما وجود في منزلة البطين أو البطين هي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 6 31 دقيقة من صباح يوم 13 رح يكون في منزلة الثورية منزلة جيدة وبتنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر رح يظل موجود في الحمل لساعات ما بعد العصر أي قرابة المساء بما أنه رح يكون في الحمل معناته في الفترة هاي منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا ونتهور أيضا يجب الحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفق الدبلوماسياتنا ومنكون أكثر عدواني في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن إجراء فحص العيون إذا استدعى الأمر لذلك ما بنصح الآن أنه الفترة القادمة تكون لعمليات التجميل خصوصا بالوجه لأنه المريخ الآن تقريبا أخذ الوسطية إحنا منسميها للبرج للحمل واللي هو المسؤول عن الرأس وعملية التراجع عادة تعمل نوع من أنواع الأخطاء أو بتكون النتائج مش مرضية فعشان هي كأي عملية تجميل أنا بفضل إنها تتأجل بعد 15-11 اللي هو أول إشي بنتهي تراجع المريخ وبرضو بنتهي تراجع عطارد القادم ففي تراجع عطارد لحاله إحنا منقول لا ننصح بعملية تجميل فما بالك أنه المريخ في منطقة الرأس اللي هو في الحمل وبرضو عطارد رح يتراجع فهاي رح تكون آثارها شوي فيها نوع من أنواع السلبية أو عدم الرضا عن نتائج العمليات التجميل أو الأمور اللي إلها علاقة بالرأس يعني أسنان تقويم أسنان أمور إلها علاقة بالجيوب مثلا لحمية ووتيرة وأشياء زي هيك أو أمور إلها علاقة بالأشياء اللي بتتعلق في تجميل كأنف أو بوتوكس أو بلازمة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا أول زاوية رح تكون هي زاوية اقتران سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عالمة من الغضب يعني هاي أول نقطة إنه ضبط العصاب اللي أجوا وقالوا إنه المريخ وإن القمر وبدو ينولد بالحمل ومش عارف إيش والبدر بالحمل وإنه فترة مميزة وتجيش غير كل سنة هذا كلام مش صحيح ومش سليم دعين أنه أساسا فترة تقابل القمر مع الشمس والبدر هي أساسا فترة سلبية فما بالك لما يكون فترة سلبية واقتران وأيضا مع المريخ اللي بتراجع فمعنات الفترة حادة جدا وإذا بتشوفوا أنه لما منحكي إحنا عن نسبة الانتحاس بتكون نسبة عالية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة لخلوة المسار طبعا خلوة المسار رح يبدأ في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة صباحا ورح ينتهي في تمام الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة بعد العصر وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار والقمر هيك يكون انتقل لبرج الثور الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة بعد العصر يعني عند المساء تقريبا طبعا اللي بده فترة خلوة المسار القادمة للشهر كامل هي بتنزل أساسا في صندوق الوصف يعني أنا حطيتها بصندوق الوصف للشهر بأكمله أما بالنسبة للقمر لما بنتقل في ساعات ما بعد العصر أو المغرب بنتقل لبرج الثور بنشعر بالحذر أكثر ومنميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف عملية القروض في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهد التلفاز مثلا أو قراءة رواية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اللي بتيجي في المساء هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة يعني في تمام ساعة خمسة واثنعشر دقيقة مساء بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم رح يكون في برج الثور رح يبدأ خلو المسار يوم خمسة عشرة بيبدأ تقريبا الساعة ستة وارمعين دقيقة مساء ورح يستمر حتى صباح اليوم التالي أي يوم ستة عشرة يعني تقريبا في تمام الساعة أربعة ودقيقتين صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل ستة عشر يوم في تمام الساعة أربعة وثمانية وعشرين دقيقة عصرا بيصبح سبعة عشر يوم نسبة الإضاءة تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 ساعة المزاج منتحس 10 ساعة القمر في الحمل والثور يعني بدينا تقل التثور حتى يوم 16 المزاج منتحس بنسبة من 50 إلى 75 في المية ولكن في آخر المساء بتنزل إلى 25 في المية أما بالنسبة للعطارد في العقرب حتى يوم 14 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بنسبة الزهرة في العدراء حتى يوم 28 المزاج سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 60% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج سعيد بنسبة 15% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 10% أورانوس في التور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 المزاج منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 يعني ما ظلش خلص تقريبا أوشك على نهاية تراجعه مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم انتو نشطون مع هيك ما تبادروا إلى عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من قبل الجو بظل جيد بس أهم شيء انكو بتكون تحذروا من العصبية والانفعال ردات الفعل السلبية في ساعات المساء طبعا يوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون في مفاجآت بتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشط بالاتصالات وزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو القيام بزيارة بتتشجع لا أمور إلها علاقة بالمبادرات أهم شيء انك انت برضو تتشجع ممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية أهم شيء انه فترة الأسبوع تحافظوا على انفعالاتكم رح يكون فيه نوع من أنواع التحالف أو التضامن ما بينكوا بين الشركاء أو ما بينكوا بين الأزواج فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ولكن من المريخ ديروا بالكم من أي انفعال أو ردات فعل سلبية رح يصير فيه شيء إلو علاقة بتطوير الوضع على مستوى إلو علاقة بالعمل أو أشياء إيجابية بتعزز أمور إلها علاقة بالعمل أو مكاسب أو حتى على المستوى الصحي بتصير الأجواء أحسن شيئا ما أهم إشي ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لأي شيء في مخالف القوانين عشان ما يصير تشويه للسمعة وخاصة لموليد العشرية الثانية والعشرية الثالثة الوضع المالي ممكن تظهر بعض المسائل أو المصاريف المفاجئة أو المعقدة اللي ممكن إنها تضطر إنها تخليك تصرف شوية فلوس أهم إشي إنك ما تغامر بأي مشروع بالفترهي خوفاً من المجازفات والأعطال أو حتى من النصابين أو المحتالين برج الثور طبعاً بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات المساء بيظل في نوع من أنواع القلق أو التوتر أو حتى الأمور بيظل فيها بعض التعطيلات ولكن من ساعات المساء فبتصير الأجواء جيدة ثقاتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط أهم إشي إنكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الإجتماعي القمر بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية وبدعوك الجولة بذل الجهود من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم يعني تعتبر الفترة القادمة أو فترة الأسبوع القادم يعني هي من أجمل فترات هذا الشهر لأن القمر رح يكون متواجد أساساً في البيوت الأولى ما بعد برجك فهي فترة داعمة لك أهم شيء أنك تأخذ المبادرة وتكون شجاع أهم شيء برضو أنك تنتبه لعملك ما تهم العملك بالفترة القادمة فترة هذا الأسبوع وبرضو في نفس اللحظة انتبه من بعض التقلبات بالمزاج أثناء التعامل مع الشريك الفترة هاي عاطفية وبتدعمك بقوة وفي نوع من أنواع الحضوض بعزز أشياء إيجابية لإلك وممكن أنك تستثمرها وتستفيد منها بشكل قوي أهم شيء تحذر من المكائد ومن أشخاص بتآمر عليك ما تجازف وما تغامر ما تدخل أماكن مشبوهة قدر الإمكان انتبه لدراستك إذا كان عندك دراسة أو امتحانات أو مقابلات أو حتى سفرت لأن الفترة هاي في نوع من أنواع الصعوبة أو تعطيل أو أعطال بتصيب هاي الأشياء اللي إحنا حكينا عنها فعشان هيك شوي بتطلب منك التركيز والإجتهاد بشكل أكبر بالنسبة للنشاط الإجتماعي عندك رح يكون جيد برج الجوزاء طبعاً بتنشطوا في ساعات ما قبل الفجر أو ما قبل الظهر بين الأصدقاء النشاط الإجتماعي بكون عالي جداً عندكم ولكن من ساعات المساء أو اقتراب ساعات المساء بتدخلوا في فترة صعبة اللي هي فترة خلو المسار أو فترة اللي إحنا منسميها أنه القمر موجود في بيت المتاعب فهذا بتطلب منكم عدم المبالغ في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان أهمش أنك ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك لأفكار مشوشة والظروف مخيبة طبعاً لغاية ما ينتقل للقمر زي ما حكينا ويصير عندك بالجوزاء فبتدى مرحلة قوية وداعم لإلك بخلال الفترة القادمة فمنها بتعزز أمور إلها علاقة بالعاطف بشكل قوي أو علاقة غرامية أو التواصل مع الأحبة بشكل ممتاز على مستوى العمل ممكن تبدأ بعمل جديد أو ترتب لعمل جديد أو تنشط بإنجاز بعض الأعمال صحيح أنه ممكن يكون بعض الأعطال أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالتوتر الصحي الوضع على مستوى البيت مستقر يعني تقريباً فترة جيدة لإعادة الترميم أو التصليحات أو إحداث شيء جديد أو للتقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة الوضع ضاغط على المسائل المالية يعني ما زل في نوع من أنواع الضغط وبرضو ضاغط على المستوى الاجتماعي بسبب لك نوع من أنواع سوء التفاهم أو بأنه بنكشف أشخاص إلك بشكل واضح وممكن شوية تكون الصدمة مخيبة للآمال فعشان هيك بدك تحذر أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء حاول برضو أنك ما تخوض أي تجارب أو مجازفات أو مغامرات ممكن توقعك في مشاكل الفترة القادمة إن كان على مستوى السمعة أو على مستوى العمل والصحة مرج السرطان حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل ما تهملوا أعمالكم في ساعات المساء رح تنشطوا اجتماعيا وتسداد الرغبة عندكم للقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترى مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة تتلاقى مع طموحاتك طبعا أهم الأمور اللي رح تتركز عليك خلال هذا الأسبوع هي أمور إلها علاقة بالبيت والعقارات أو بأمور إلها بالشؤون العائلية أو اهتمام عائل كبير الوضع العاطفي رح يظل كله نقاشات وحوارات وحدية بالطباع وسجالات يعني بمعنى آخر في نوع من أنواع النقاشات اللي ممكن شوي تكون ضاغطة بالفترة هاي بتكونوا ديروا بالكم من أي خلاف عاطفي لأن الفترة هاي فيها قابلية للانفصال للعلاقات الضعيفة اتصلاتك تنقلاتك انت مقنع بشكل جيد حتى على مستوى الامتحانات أو المناقشات أو المقابلات ممتاز جداً أهم إشي أنك تثق بنفسك دير بالك أنك تجازف بسمعتك أو تغامر أو تشوه سمعتك بأي تحرك أو تصرف يعني ضبط الأعصاب مطلوب برضو الأمور على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكة بظل فيها نوع من أنواع الحدية وخصوصاً العلاقة مع الأزواج إذا كان عندك امتحان أو مقابلة جامعية حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض برج الأسد رح تبقى الأوضاع كما كانت عليه في اليومين الصفقات كلها تركيزها رح يكون على مسائل معينة بتتعلق كلها بأمور إلها علاقة بالأموال والأموال المشتركة إلها علاقة بالسفر بالتنقلات بأمور بتعلق بالشريك بالامتحانات يعني أجواء فيها أشياء مناسبة لك ولكن مع ساعات المساء بصير عندك الفترة هاي مناسبة لإدخال تعديل على العمل أو اللي بيرغب في إدخال نوع من التحسينات أو التواصل مع الزملاء أو مع العاملين معاه أهم الشنكومات شوهوا سمعتكم بالفترة هاي بتصرفاتكم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة جيدة بتصير على الصعيد المهني حتى إنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة بتحمل برضو ممكن تواجه مسؤول أو تواجهك نوع من أنواع الأعباء خلال هاي الفترة وممكن ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام صعب طبعا الفترة هاي رح تنشط انت كثير باتصالاتك وتحركاتك ونقاشاتك وأهمش إنك تحافظ على جهازك العصبي الوضع المنزلي زي ما حكينا شوي في نوع من أنواع الإضطراب الوضع المالي يعني الزهرة ماشي بتعطيك حضوض أو بتخليك تفكر في الوضع المالي وبتمنحك بعض الدعم ولكن برضو بالمقابل بدك تحذر من المصاريف لزيادة وتكون حذر أثناء تصريف أمورك المالية المريخ بعرضك لنوع من أنواع الفشل أو يعني هيك بمعنى آخر يعني بتكون متوقع الشيء وبعدين نصير شيء آخر خصوصا أثناء تعاملك مع بعض الأشخاص ممكن أجانب أو خارج البلاد أو لهم علاقة بالجامعة أو بالدراسة يعني ممكن يصير في بعض المشاحنات أو سوء التفاهم أو حتى أمور ممكن أنها خيبت أملك أهم شيء أنك تنتبه لعملك تنجزه بالوقت المناسب خلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وحاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأي شيء مشبوه برج العذراء طبعا بظل التركيز على الأمور المالية خصوصا الأموال المشتركة والأمور القضائية المالية وتحسين وضع مالي أو طلب دعم معين ولكن من ساعات المساء بتتركز الأمور بشكل أقوى بإيجابيتها ممكن يصلكم خبر من بعيد وتنجحه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم بالبحث عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير بشكل كبير بتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بتسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك الفترة هاي بتحمل لبعض الأشخاص سفر محتمل الأهم إنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد الفترة هاي بتحمل فرص مالية جيدة أو إنهاء خلاف معين أو حل مسألة مالية شوي كانت مربكة رح تنشط بالنقاشات والحوارات والجدالات وحتى في أمور إلها علاقة بالمناقشات ضبط الأعصاب مطلوب وحركتك بالسيارة أو تنقلاتك بدك تكون حذر شخصيتك قوية الفترة هاي ومشحون بطاقة إيجابية وملفت للنظر لدرجة إنه أنت محبوب من أي شخص أنت بتتعامل معه وخصوصا الجنس الآخر انتبه لأموالك ما تغامر فيها وما تجازف على أساس إنه ما تبوء بالخسارة أو بأحد النصابين إنه ينصب عليك أو يستغلك الأوضاع العاطفية بدك تدير بالك أثناء تعاملك مع الحبيب من المشاحنات أو سوء التفاهم أو انقطاع علاقة ضعيفة يعني بتكونوا حذرين على هاي الأمور والباقي الأمور كلها على أمور الشراكة تقريبا روتينية بتتعاملوا على حسب طبيعتكم أهم مش إنكم تبعدوا عن الوسواس والشك بالشريك وبرضو البيت التاسع طبعا أورانوس بيركز على الامتحانات فعشان يكونوا نقول اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا برج الميزان الأجواء راح تظلها مركزة على بيت الشراكة وطريقة التعامل مع الشريك أو التعامل مع الزوج أو الزوجة بيظل في نوع من أنواع الحوار والسجال بتكون طاقتك ضعيفة شوي خلال هذا اليوم بدك تنتبه للأمور الصحية بشكل جيد ما تهملها مع ساعات المساء بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك ممكن تأخذ المبادرة في اتجاه المذكور أهم إشي أنك تقدم التنازلات وتتراجع عن خطوة أو قرار سبب لك نوع من أنواع الإزعاج أو العداوة طبعا الشخصية بتصاعد بالناحية الإيجابية الشمس بلشت يعني تفرط ضلالها على موليد الميزان بشكل أوسع عشان هيك بلش يتحسنوا خصوصا موليد العشرية الأولى هم أكثر أشخاص بلشوا يحسوا بالفروقات أو خفة الضغط عن الفترة الماضية بشكل متصاعد الأمور المالية مؤرقة بالفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق أو المصاريف أو ضياع بعض الأموال أو سوء التصرف أو التدبر الزهرة بتحاول أنها تحميك على أساس أنه من بعض المتآمرين أو بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك أو بدهم يخدعوك أو يستغلوك بالفترة هاي ممكن تساعدك حتى على مستوى العمل بظل أمر الشراكي هو المعقد في خلال فترة هذا الأسبوع انتبهوا لأي حوار أو نقاش حاد ما بينك وبين الأزواج لأنه الفترة القادمة يعني العلاقات الضعيفة عرضة لمشاكل كبيرة أو حتى ممكن تصل لمرتبة الانفصال وضع البيت شوي في بعض الأحداث العائلية أو الأمور العائلية مربكة وهي اللي ملفت نظرك أو ملفت انتباهك أو بتخليك تركز بشكل أكبر عليها وبرضه أمور إلها علاقة بالعمل حاول تضبط أعصابك وترتب أمورك بشكل جيد الأمور بتكون جيدة ولكن وضع البيت حاول أنك تضبط حديتك وما في داعي للقلق للزيادة لأن الفترة هاي برضو وضع البيت عندك مش آمن برج العقرب وصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا بعمل جديد حاول أنك تنتبه لصحتك وبرضو لا معاونينك أو زملاءك في مكان العمل خلال هذا اليوم من ساعة المساء اليوم بصير مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني خصوصا علاقتكم ما بينكم وبين الشركاء بتكون جيدة بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحاذر من الإنفعالات بصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور وما تتذمر الفترة خالية من الحضود طبعا بسبب أرض برضو أنها بتزيد الأمور حدية بسبب تواجد الشمس في بيت المتاعب فعشان هيك بضغط عليك بشكل كبير خصوصا في مجال العمل ومجال الصحة فحاول قدر الإمكان أنك ترتب أمورك بشكل جيد بدون أي انفعالات أو يعني حاول أنك ما تستاء من التعطيلات والمشاكل اللي بتصير اشحن حالك بطاقة إيجابية وهيئ حالك على أساس أنه الأمور تمر بسلام طبعا راح تنشط بشكل كبير على مستوى الأصدقاء والعلاقات والمعارف بالفترة الأسبوع هاد وممكن تتعزز نقاط قوة أو دعم من بعض الأصدقاء لإلك أهم إشي إنك تحذر من تقلبات المزاج اللي ممكن تسيطر عليك نرجع منركز على العمل دير بالك على عملك ما في داعي إنك تغامر أو تجازف بالفترة هاي وانتبه لأمورك الصحية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو تنقلات بدأك تكون حذر ومركز بشكل جيد خوفا من الحوادث أو الأعطال أو الإصابات عن المستوى العاطفي تقريبا الأجواء يعني نقدر نعطيها نوع من أنواع الإيجابية إنها بتدعمك عاطفيا فممكن إنها تخفف برضو من الضغوطات عليك وتعطيك أجواء مساعدة أو إنها يعني تحسن وضع كان صعب بالفترة الماضية برج القوس طبعا الأجواء بظل فيها نوع من أنواع الاهتمام العاطفي والرغبة العاطفية والتواصل مع الأحبة بشكل قوي ولكن من ساعات الصباح رغم تراكم العمل إن تقادرين على إنجاز حصة الأسد منه أما في ساعات المساء نضموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة كافية من الراحة وما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق المهني برضو بتركز الأمور على العلاقات الإجتماعية وعلاقاتك بالأصدقاء والمعارف خلال هذا الأسبوع بشكل أوسع تحالفهم أو دعوهم لا إلك ممكن بعضكم يصير عنده ترقي أو ترفيع أو عمل جديد أو يعني نوع من أنواع المؤازرة من زملاء أو مرأساء بالعمل بتكن تنتبهوا بس من المجازفات أو التسرع بالقرارات أو اتخاذ القرارات على المستوى العمل ومستوى الصحة المستوى العاطفي احذروا من النقاشات والحوارات مع الأحبة وخصوصا العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بالفترة هاي فما في داعي لأي خلاف لا مع الحبيب ولا مع الأبناء ولا مع الوالدين الوضع المالي يعني رح يظل فيه نوع من أنواع البلبلة فعشان هيك بتظل مأرقك وضع مالي أو ضغط مالي معين بالفترة هاي مع انتهاء تراجع بلوتو ممكن أنه شوية تحس بنوع من الطمأنينة أكثر أو يصير فيه نوع من أنواع الفرص الجيدة لبعض المكاسب المالية أو لبعض الإنقاذ في مسائل إلها علاقة بالوضع المالي ولكن الضغوط واضحة وانتبه أهم إشي لصحتك من التقلبات الصحية وأمور إلها علاقة بمشاكل بالعمل أو خلافات في مكان البيت أو قلق على صحة أحد أفراد العائلة برج الجدي طبعا الأجواء رح تتغير بشكل كبير خصوصا خلال هذا اليوم وخصوصا الإهتمامات كلها كانت على مستوى البيت والعاطفة وأمور منزلية تعب جسدي إرهاق ممكن التزامات كثيرة ممكن حدث معين في البيت كان مرهق من ساعات المساء بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا فبتجد حليف بيدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولة ترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الفترة هاي رومانسية وناجحة تحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أما أهم النقاط اللي رح تتركز عليها هي أمور إلها علاقة بالنشاط الاجتماعي علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل عمل جديد اجتماعات لقاءات ندوات وبرضو النشاط عام على مستوى المعارف والأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوات لحضور حفلات أو مناسبات ولكن ما في داعي للتسرع أو الخلافات أو النقاشات أو الجدالات في منك رح ينشط في مسائل إلها علاقة بالسفر البعيد أو علاقاته مع أشخاص خارج البلاد أو تعزيز علاقة ما أو حتى على مستوى الدراسي والامتحانات الجامعية الأجواء داعم لإلك بقوة ولكن المشكلة الأساسية هي أمور إلها علاقة بالبيت والعلاقة مع أفراد العائلة والقلق إلو علاقة بمسألة بتتعلق بالبيت وما يحتويه البيت ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للخلافات ولا النقاشات ولا الحدية أثناء تعاملك مع الأقارب ممكن صحة أحد الأحبة تكون مقلقة بالفترة هاي ضبط الأعصاب مطلوب لأنه المزاج متقلب وسريع الغضب وسريع اتخاذ قرارات ممكن القرارات هاي ما تكون لصالحك أما بالنسبة للأمور العاطفية فطبعا أورانوس هو اللي بيحدث التقلبات فبتكونوا حاذرين من كل شيء جديد أو تقلب سريع ممكن يسبب لكم نوع من أنواع المشاكل برج الدلو طبعا بتظل الأمور جيدة على مستوى تحركاتك والاتصالاتك والتواصل مع المجتمع وقدرتك على الإقناع وسرعة البديهة العالية عندك حتى على الإقناع أو التسويق بتنشط بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالاتصالات أو بأعطال بتحاول أنك تصلح أمور إلها علاقة بعطل بسيارة أو بأجهزة إلكترونية الأهم أنه بالفترة هاي تركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمحيط بتاعك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو دراسي أو امتحان جامعي أو أكاديمي مدرسي بدك تدرسه تستعد بشكل جيد في منك رح ينشط في مسائل إلها علاقة بالسفر بالاتصالات بأمور إلها علاقة بمسائل مع أجانب أو حوارات أو تواصل طبعا بالنسبة للقمر بما أنه رح يركز على أمور التواصل لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بصير التركيز على أمور إلها علاقة بالبيت والمسكن والعائلة فالفترة هاي ادخلوا أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وما تسمح للعواطف بالتأثير على سلوكك وأداك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة للي بيحتاجها أهم الشيء زي ما حكينا إذا كان عندك سفر أو عندك تنقلات أو تعامل مع أجانب فالفترة هاي ممكن شوية تكون مربكة صحيح ممكن تجيب لك نتائج جيدة وتجيب لك أرباح جيدة ولكن بدها نوع من أنواع التركيز الجيد أما بالنسبة طبعا لعطارد بيقول لك دير بالك تشوه سمعتك ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا إنك تخوض أي شيء مشبوه مخالف للقوانين الوضع المالي مازال مربك شوي فعشان هيك يبشكل لك نوع من أنواع التحديات انتبه لعملك وانتبه لصحتك ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات واحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن إنهم يحتالوا عليك برج الحوت طبعا بتظل الأمور المالية والتفكير في الوضع المالي أو الحلول للوضع المالي هي اللي مأرقيتك أكثر شيء بالفترة هاي لأنه ما زالت الضغوط موجودة فالفلوس بتيجي ولكن سرعان ما بيجي لها طريقها يعني بصير فيه متطلبات أو مطالبات أو التزامات عالية جدا فبتكون مرهقة شوي على المستوى المالي طبعا من ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للقروج بنزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بالفترة القادمة كون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك ما تفهم الآخرين وابقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بحاول لأنك تكرر المحاولة السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة ومن سوء التفاهم طبعا زي ما حكينا الأمور المالية هي اللي رح تشغل فكركم أكثر شيء خلال فترة هذا الأسبوع أو حلول أو يعني بتحاول تحصل دعم معين أو حلول لبعض الديون أو الالتزامات أو ترتب على وضع مالي معين المصاريف ضغطة برضو سرعة البديهة عندك ممكن مشحونة بشوية عصبية فعشان هيك حد الطباع ومزاجك متعكر ومتقلب بالمزاج احذر أثناء عملية تنقلاتك بالسيارة على الشوارع المفتوحة أو أثناء تحركاتك من الإصابات وبرضو من توجيه كلام نابي أو قاسي أو في نوع من أنواع القسوة على الأشخاص اللي حواليك عشان ما تكبر الخلافات وصير في حدية الأوضاع على مستوى الشراك المالي والعاطفية منقدر نحكينها جيدة بالداعم من علاقتكم بالأزواج وتحالفكم أو تعالفهم معكم وبرضو بتحمل فرص للارتباط لبعض موليد برج الحوت بشكل قوي بتركز على أمور إلها علاقة بالأصدقاء وخيبات الأمل ممكن تشعر بخيبة الأمل أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء أو ينكشف بعض الأصدقاء للكم بشكل واضح فهذا يشكل لكم نوع من أنواع الصدمة وممكن تنتهي علاقة صداقة بطريقة سريعة وبدون أي مقدمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء